أكد محللون إسرائيليون عن أن نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن المحتمل تضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في أزمة ورأت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة يدعوت أحرانوت سيمي كيدمن أن هزيمة ترامب إذا تحققت ستشكل ضربة شديدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وليس لإسرائيل بالضرورة مضيفة أن مماطلة نتنياهو بشأن التوجه لانتخابات مبكرة أم لا متأثرة بنتائج الانتخابات الأمريكية وأشارت كيدمن إلى أن نتنياهو يخش انتخاب بايدن وأن تمارس الإدارة الجديدة قيودا وتحاول التأثير على الرأي العام الإسرائيلي